طب عايزين نروح بقى لخبر آخر يهم كل جمهور النادي الأهلي النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي هو اللي بيترقص بعثت الفري الأول للكورة اللي هتتوجه لقطر يوم الجمعة اللي جاي علشان هنشارك في كاس العالم للأندية كاس العالم للأندية مقام خلال فترة أربعة لـ 11 فبراير اللي جاي النهاردة مجلس الإدارة بيعتمد خلال اجتماعه اللي كان النهاردة في مقر النادي في الجزيرة بيعتمد تشكيل البعثة اللي هتسافر إن شاء الله بيشارك الأهلي في كاس العالم طبعا للأندية زي ما حضراتكم عارفين للمرة السادسة ممثلا عن قارة أفراقيا كلها بعد طبعا ما توج بالتسع وسبق وحقق قبل كده الفوس طبعا بالمركز الثالث لو حضراتكم تتذكروا وتوج بالميدالية البرونزية في كاس العالم للأندية والنهاردة بيسعى فريق النادي الأهلي أنه يحقق طموحات جديدة وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة اللي هتقام إن شاء الله في فبراير زي ما احنا قلنا والقرعة أصفرت قرعة كاس العالم للأندية اللي أقيمت في سويسرا عن مواجهة الأهلي فريق الدحيل القطري في الدور الثاني يوم 4 فبراير اللي جاي على إنه يتأهل الفريق الفائز اللي إن شاء الله يكون الأهلي هيكون طبعا هيتأهل لملاقات الباري ميونخ الألماني في نصف النهائي يوم 8 فبراير على خير كل التوفيق لبعستنا وكل التوفيق لمجلس الإدارة واللعيبة وإن شاء الله الجهاز الفني يعملوا حاجة تليق بكيان النادي الأهلي النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اعتمد خلال اجتماعه اللي عقد النهاردة مسائل 2 بمقر الجزيرة على تشكيل البعثة اللي هتسافر إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي بإذن الله إلى الضوحة على متن طائرة خاصة للمشاركة أكيد في كاس العالم الأندية زي ما قالت سام إن شاء الله اللي هتبدأ يعني منافساته من يوم 4 لغاية يوم 11 فبراير يترقص بعثة النادي الأهلي إن شاء الله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي كما تضم البعثة أكيد مهندس خالد مرتجي عدو مجلس الإدارة ومنصق النادي الأهلي لدى الاتحاد الدولي للفيفا والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي والمنصق الأمني لدى طبعا الفيفا في النادي الأهلي كمان الأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي ومعه الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية طبعا لمتابعة كافة الأجراءات الاحترازية والطبية كمان موجود أمير توفيق مدير إدارة التعقدات والتسويق والنائب بتاعه أشرف عمر حيكونوا موجودين إن شاء الله ضمن البعثة مع حنان الزيني حنان الزيني دي مسؤول ترخيص اللوائح لدى النادي الأهلي اللجاني طبعا القيمة فريق النادي الأهلي والجهاز الفني والجهاز الطبي اللجاني طبعا